في المقابل هذه النظرية يعلم هؤلاء المؤيدون كما يعلم المعارضون أنها وجهت ضربة لا نقول قاصمة لكن ضربة موجهة جدا ومهينة أي الاعتقادات الكتابية الاعتقادات الدينية أيها الإخوة المتعلقة بقصة الخلق بقصة الخلق ومن هنا حساسية المتدينين بالذات في الأديان الكتابية اليهودية المسيحية والإسلام والمفروض أن تكون حساسية المسلمين أقل بكثير من حساسية أهل الكتاب لأن أهل الكتاب لهم كتاب يذكر بتفصيل يتعارض كما يبدو على طول الخط مع النظرية التطورية يذكر بتفصيل قصة الخلق وكيف تم هذا الخلق وتسمح سلاس الأنساب الأنبياء ومن يمتون إليهم بإجراء حسابات بسيطة كالتي قام بها الأسقف الإيرلندي الشهير جيمس أشهر تسمح بإعادة أيها الإخوة حساب عمر الأرض فإذا به كما قلت لكم في حلقة سابقة تقريبا ستة آلاف سنة لا يزيد لأن الله تبارك وتعالى خلق الأرض في شهر أكتوبر تقريبا ثلاث وعشرين أكتوبر في الساعة التاسعة صباحا أربع تلاف وأربعة قبل الميلاد بي سي يعني عمر الأرض تقريبا ستة آلاف سنة ستة آلاف سنة حسابات تجرى على معلومات مأخوذة من الكتاب المقدس لذلك يتحسسون جدا جيري كوين صاحب كتاب لماذا التطور حقيقة لماذا نظرية التطور حقيقة وهذا أحسن كتاب لمن أحب أن يتوسع يناقش مسألة التوزيع الجغرافي للأنواع سنعرض لهذا بالتفصيل حينا نأتي إلى أدلة النظرية من أدلتها المهمة التوزيع الجغرافي هذا أحسن كتاب من سنوات طويلة إلى الآن لم يعلّف مثله وعليه كل حال جيري كوين أو كوين بالأحرى في أول كتابه يقول من هنا حساسية المتدينين إزاء هذه النظرية لماذا؟ لأنه لا توجد نظرية خلق بلا دين إذا ذكرت نظرية الخلق في أديان مباشرة يهودية مسيحية إسلام لكن توجد أديان بلا نظرية خلق وأصحابها لا يتحسسون من نظرية التطور مثل ماذا؟ الكون في شوسية لا يوجد نظرية خلق البوذية التاوزم أو الطاوية الجينية هذه أديان شرق أقصوية أديان وليس فيها نظرية خلق لكن ما من نظرية خلق إلا تستدعي الدين في نظرية خلق أيها الإخوة تستند إلى دين مثل ما في اليهودية والمسيحية والإسلام لكن هناك أديان من غير نظرية خلق واضح هذه العلاقة من هنا الحساسية الشديدة هذه النظرية الآن تحوز على هذا الرضا الساحق لأن المؤسسة العلمية حول العالم رغم أنها سددت ضربة على هذا النحو إلى الدين إلى الرواية الكتابية يعني نعم هذا ما حصل وهذا ما هو حاصل أكثر من هذا كما سجل سيجموند فرويد أبو التحليل النفسي يقول تلقت الإنسانية ضربتين قاسيتين في العصر الحديث من مطلعه إلى تقريبا دارون إلى عهد دارون ضربتين قاسيتين كانت الضربة الأولى يقول سيجموند فرويد أن هذا المعنى ستجدون مئات من مفكرين ومؤرخي الأفكار والفلاسفة عبروا عنه كل بعبارته لكن المعنى ذاته وفرويد على كل حال مسبوق إليه الضربة الأولى التي وجهها البولندي نيكولاس كوفرنيكوس إلى الإنسانية حين زحزحها عن مركز الكون كان يعتقد قبل ذلك لمدة ألف عام وتزيد وفقا للنظام البطلمي منسوب إلى بطليموس الإسكندراني وهو النظام الذي يستند إلى نظرية أو نموذج الموديل يعني نموذج مركزية الأرض جيوسنتريك موديل الأرض مركز الكون مركز الكون والإنسان مركز الأرض فالإنسان مركز الكون مركز العالم هو الخليقة الأهم على الإطلاق هذا بلا شك يغذي نرجسية الإنسان حب الإنسان لنفسه ثقة الإنسان بموقعه بحيثيته الكونية كوبرنيكوس سدى الضربة موجعة وطبعاً بعد ذلك قال ليو وعلم الفلك الحديث عموماً يقول سيغموند فرويد تبين بعد ذلك أن الأرض ليست سوى كوكب بسيط في مجموعة شمسية في طرف مجرة لا يدرى موقعها من الكون هذه المجرة هي بحذتها حبة ترمل في هذا الكون به مئات مليارات المجرات وكل مجرة بها مئات مليارات النجوم شو عجيب أفعان هذه صورة الكون الآن هذه صورة الكون الآن في الكوزمولوجيا الحديثة ضربة موجعة جداً للإنسان لست إذن مركز الكون هذا ليهم هنا نسنا الآن نتحدث عن كوبرنيكوس هو أشيائي قالوا الضربة الثانية ولم يذكر دارون بالإسم لكن واضح جداً حين سددت يقول إفرويد الأبحاث البيولوجية الضربة ربما الأكثر وجعاً للإنسان حين أخبرته أو أوقفته على حقيقة أنه لا يزيد عن كونه حيواناً في سلسلة تطور حيوانية يختلف فقط بالدرجة لا بالنوع أنت أرقم الحيوانات درجة ليس نوعاً من حيث النوع نفس الشيء آباؤك الأولون حيوانات هم آباؤ مشتركون لك ولحيوانات أخرى منها القرود والقرود العليا المسمى الآن بالقرود الأفريقية ضربة موجعة جداً لنرجسية الإنسان هذا ما فعله تشارلز داروين هذه نظرية التطور أفهمتنا أننا سلالة حيوانات نحن مشتلوم من حيوانات ليس أكثر من هذا نحن والشمبانزي والبنوبو وبعدين الغوريلا ورنغوتان هذه القرودة الأفريقية أربعتها هي القرودة الأفريقية نحن كوزينز أولاد عمومة لسنا إخوة لسنا إخوة أكيد بلا شك ولكن أولاد عمومة لأن جدنا جد واحد مشترك كومين أنسستان كومين أوريجين أصل مشترك جد مشترك سلف مشترك هذا هو الجد تفرع منه برانش أو فرع وتفرع فرع آخر هذا الفرع مثلا انتهى بالشمبانزي في التشم وهذا الفرع انتهى بالإنسان فنحن أولاد عمومة الشمبانزي ابن عمنا يشابهنا شبها غريبا جدا ولافتا في جهازه الهيكلي جهازه العضلي جهازه العصبي في كيمياء الدم عنده حتى في التصرف في أشياء كثيرة جدا وطبعا على مستوى الجينوم زهاز تسعة وتسعين في المئة من جنوم الشمبانزي يطابق جنوم الإنسان حوالي تسعة وتسعين في المئة هو الأقرب إلينا على الإطلاق شيء حجيب هذا بلا شك عالم الإنسان ألما كبيرا طيب أخواني وخواتي إذا كان هذا هو شأن هذه النظرية ومع ذلك هذا هو مكانها أو هذه هي مكانتها لدى العلماء لدى المؤسسة العلمية حول العالم لا أحياء بلا تطور نظرية علمية محترمة جدا عشرات ألوف العلماء معظم علماء الأحياء حول العالم على الإطلاق يعيدونها تأييدا ساحقا وكما أخدت لكم بن قوسين تأكدوا من هذا لا تسمعوا لأنفسكم أن تسمعوا الكذابين رجال الدين من الذين يهرفون بما لا يعرفون وباسم العلم أحيانا أخو لك نظرية انتهت نظرية سقطة هذا كلام فارغ هذا كلام يضحك عليه في الأوساط العلمية نعم هناك بعض العلماء النابهين المحترمين أيها الإخوة في شؤون علمية مختلفة يعارضون التطور وألفوا كتبا لكن كم تبلغ نسبتهم هذا شيء مهمها على فكرة كم هي نسبتهم كم نسبة الذين يؤيدون التصميم الذكي بالقياس إلى مؤيدي التطور تقريبا لا نسبة انتبهوا لا نسبة تحصي لعشرة علماء علماء عشرين ثلاثين خمسين بعزاء مثلا مئتي ألف ثلاثمائة ألف عالم شيء مخيف القضية مخيفة ولذلك أيها الإخوة لماذا قدمت بهذه المقدمة حتى نأخذ الأمر ونحمله على محمل الجد لا يصلح أن تأتي إلى كتب لهارون يحيا كما يفعل كل علمائنا للأسف حتى المتخصصون منهم في العلم تأتي إلى كتب هارون يحيا وتقول لي التطور نظرية باطلة وساقطة والحجة كذا كذا هذا كلام غير علمي وخير دقيق بالمرة وفيه تدليس وفيه كذب في العلم نفسه سوف تقفون على الحقائق والبينات بدقة في إبانه إن شاء الله شيئا فشيئا ونقارن ونشوف الأكاديم مع الحقائق نحن نريد أيها الإخوة أن نستجلي وجه الحقيقة نريد أن نفهم تماما لا نريد أن نخذع أنفسنا عن الحقيقة لا نريد أن نستر وجه الحقيقة هذا ممكن يرضينا يشكل لنا عزاءا داخليا بين بعضنا البعض كموحدين كمسلمين كيهود كنصارى لكن في أي نقاش علمي محترم هذا سيخزينا تبه سيخزيك حين تأتي تناقش علما متخصصا يعرف تماما ما وصلت لهذه النظرية بينات مؤيدات هذه النظرية والتأتي بمنطق خارون يحيو أمثاله أنت ستخزى سيثبت أنك جاهل مركب لا تعرف شيئا وتظن أنك تسد الضربات قاسمة للنظرية لذلك خذوا الأمر بجد أول هذا الجد أن تفهموا النظرية كما هي نريد أن نفهمها بعمق أيها الإخوة كما يفهمها المؤمنون بها كما هي كما هي في الواقع نريد أن نفهمها كما هي وبعد ذلك على موعدتكم نعود مرة أخرى لنرى ما هي الضربات ما هي النقود التي تسدد إلى هذه النظرية ونزن ونرى في الأخير الأرجحية لمن للنظرية أم للنظرية الضد أو النظريات الضد إن كان ثمت نظريات